السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم اخوتي في فيديو جديد وموضوع جديد مجددا في قناة المتواضعة قناة يوسف الونشاريس لتربية الطيور الكاناري والحسون اليوم اخوتي واصدقائي سوف نتطرق الى اهم الامراض الشائعة التي تصيب الكاناري والحسون وكذلك اصدقائي واخوتي المربين وخاصة المبتدئين كيف تعرف طائرك مريض واهم الاعراض التي تظهروا عليه اخوتي اصدقائي قبل ذلك اشتركوا في القناة ليصلكم كل ما هو جديد في الضغط على زر الجرس والاعجاب فضلا وليس امرا يعتبر تشخيص بعض الامراض لدى طيور الحسون والكاناري من الامور الصعبة والمشكل الكبير على مربي طيور الكاناري والحسون لان هناك تشابه كبير في اعراض وعلامات بعض الامراض مما يجعل المربين وعشاق هذه الهواية يجد صعوبة كبيرة باكتشاف الامراض مبكرا وذلك اخوتي واصدقائي وجب على كل مربي وعاشق لهذه الهواية ان يتمتع بحسن التقاء والملاحظة والانتباه وكذلك الاهتمام والمتابعة خاصة الى تصرفات طيوره اليومية لماذا اخوتي لكي يستطيع ان يشخص المرض بسرعة ويحدد نوعه لاستعمال العلاج والدواء المناسب ولكن ان لم يستطع ذلك وان لم يستطع ذلك اخوتي واستقائي انصحكم وبدون بتردد الذهاب لاستشارة الطبيب البيطري لكي يعطيك الدواء والعلاج المناسب لطيورك ولا تتهاون بذلك اخي المربي والان اخوتي واصدقائي لنتكلم ونتعلم اهم الاعراض والعلامات التي تدل على ان هذا الطائر مريض الملاحظة الاولى تلاحظ ان الطائر نقص في الحركة والنشاط الحيوية وكذلك قلل من التغريد وخاصة لدى الذكور كذلك تلاحظ ان الطائر تكور ونفش ريشه يعني انت في الخريش وهذه العلامة الاولى التي تدل على ان طائرك سوف يمرض او في حالة مرض اول ملاحظة الثانية يجب عليك ايها المربي ان تتبع شكل البراز اكرمكم الله يعني الغائد من ناحية اللون والكثافة واللزوجة وكذلك اذا كان سائل او يابس يعني جاف اما الملاحظة الثالثة كثرة النوم الطائر خلال فترة النهار مع اغماض العين كذلك لما تنظر الى الطائر تجده حول عينيه احمرار والملاحظة الرابعة تلاحظ وباستمرار فتح الطائر لفمه او العطس والسعال او اصدار اصوات كما هو موضح اتقائي في هذا الفيديو القصير والعالمة الخامسة التي تدل على ان طائرك سوف يمرض او يدخل في مرحلة المرض انتفاخ البطن وتغير لونه الى لون الاصفر يعني زيادة الدهون البطن او الالتهاب معاوي او مرض الكونديدا او الكوكسيديا والملاحظة السادة والاخرة تلاحظ تساقط الريش على ارضية القفص وكذلك كثرة الحكا بسبب وجود فطريات مثل الفاش وكما هو معروف القملة وبذلك اصدقائي نكون قد تكلمنا عن اهم الملاحظات التي تلاحظ على طائرك لكي تعرف انه مريض او انه سوف يدخل في مرحلة المرض وفي الاخير اتمنى قد قدمت لكم معلومات مفيدة اخوتي لا تنسوا الاشتراك في القناة بضغط على زر الجرس والاعجاب وتركوا لنا استفساركم او اهم التجارب التي مرنتم فيها فيما يخص مرض طائركم الكناري او الحسون والى اللقاء في موضوع اجديد ان شاء الله موضوعنا القادم سوف يكون حول اهم الامراض الشائعة لدى طيور الكناري والحسون واسبابها واعراضها وكيفية علاجها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته